ولمداد المداد هيا رسول الله وثقنا بالمداد هيا حبيب الله ولمداد المداد هيا رسول الله وثقنا بالمداد هيا حبيب الله اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام السلام عليكم اليوم شواتنا دية الفاسية ان شاء الله سوف تقدم لكم العصيدة وهذا الفيديو ما نقول عندي من الأوائل الفيديوهات اللي عندي كنت شاركتكم بهم في المطبخ ديالي الأول اللي كان راكم عارفين اللون ديالو حاقة موليد نباوي شريف للجميع بغيت نشارك معكم لسميدة او للعصيدة اللي كان دلوها في ذاك النهار واخاتي يقولوا بعض الناس ان هادشي بداع وهادشي ما كينش فعلا كان بعض الفقهة اللي كيكونوا كيقولوا بان هادشي ما كينش وهادشي ما متكرش في القرآن وهادشي ما وصاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل صلاة والسلام ولكن أمر مشروع وقرب جليلة إلى الله يعني كتفرح النظرة ديال وجوهة الإنسان وكتبهج النفوس ديالهم وكتفرح القلوب ديالهم علاش الله كان شاركوها مع وليدتنا ماشي مشكل داك النهار واخان نقولوا قا عبيدة ولا ما كي شاركناش تبه مرسناش نديرو داك شي ولكن كان تمفاش كان قبطو على وليدتنا وتنحاولوا أننا نعرفوهم ديننا ونضرو شوي على داك الدين ديالنا وكان نفسرو لهم كيفاش القاعدة وكيفاش كيستفدو بعد حتى ولو شوية لأن مع هاد الوقت الجميل اللي ولا ماشي حتى الجميل قد نقول عليك الولاد ولو كيضعوا من الولاد من الوالدين ديالهم الحمدولي على هاد الأعياد اللي ولاتكت سمحولي عفوين اللي ولاتكت قربنا كنحاولوا أننا نضرو على وليدتنا على هاد شي اللي يخليهم لينا المهم كيفش شاف هاتو أنني أنا كنت كنهضار وما تبهتش المهم عندي هنا يقلا سميدة سميدة يعني هاد شي شاركي قامل أحسن تكون عندكم مرقية أحسن تكون هاد الرقيقة مزين إلا بغيتوها أنكم خسكم تديروها في الماء ديروها قاعد لا كانت عندكم غلظة بيتوها في الماء وتباتلكم ليلة حتى تسرتها بمزين بحالي كان بغون ديرو الحرشة اللي بلبولة أولا كانت عندكم رقيقة غيي غسلوها صافي مزين وديروها كاينين قاعد للناس اللي كي ديروها بسميدة ديال الحرشة اللي كانت كطيب السميدة را عداد الناس اللي غادي نقول هاد الكلمة وغادي يضحكو اللي كانت العصيدة اللي كنا كان ناكلوه في بيباند المدارس اللي كنا كان نخرجوه كان لقواك يديرو عليها القرفة وكان ناخدوه تريفة ننشريوه بربعاد ريال ولا بججد ريال ولا دا كان وقيت هاد الأيام دلمدراسة اه زمان يا رحمان اللي كنا كان نخرجوه كان نلقوه بالزفد المسائل حدا باب ندراسة كانوا كيتبعوه هادية الشيشة انا اللي خدمت كين الرقيقة ذاك الثاين اللي كتكون ميتة هاد كي يعمل احسن شيء وإلا ما عندكم جدولوه السميدة ديال الحرشة هانا عندي تشيشة قبتها دارت معها دارت زلافة يعني زلافة كتعطي واحد الرابعة صغيرة في زكتها غسلتها مزيين او لبيتها المهم لي كنقولكم الشرح اللي حسب باش تسمعوني دارتها في ذاك الطنجرة دارت معها تقريبا يطرود المحيطية كتشرب المامل احسن عطوها المامل وغادي نبقى كنحركها مره 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 كل ما كنحركها مره مره و هي كتشرب اليادك المميها هنا ينبعد ما عادي ننود انا عادي نديل القاوم ديالها غادي نديلها غادي نديلها داروري باش طيب داك النسمة ديال المليحة دبراني كان شرح يعني هذا الفيديو هادا كان عندي قديم وانا دبراني متقلتوش يعني باش ننهضر على مواضيع علش الله هنا في هاد الفيديو هادا هناك يقول لكم هنا رمازالة تقريبا غادي تدخلي المال لانا واخد شوفوا هاد المهاقة ما تخافوش تقولوا جر خففتوها لانا يا كتبغيت طيابي لكن تغليدا هي راكينا حتى هادي لي كتدر بالنافع الناس اللي ما مرهم ما خذوها بالنافع كوتو ما راكي جي روعة وكينا لي يلزعتر وكينا بزاف وكينا لي كتكون حمرة ما تشاه المهم هادي غادي نزل لكم انا الرابط ديل اسفل فيديو ديل النافع يمكن لكم ديروها هنا غادي ندير واحد طريف لها الزبدة معلقة صغيرة عامرة او لا نصف معلقة كبيرة هنا درت الملحة كي يقول لكم وغادي نتقع مرة مرة كان نحركها ونغطع ليها وما نغفلش عليها لانا لغفلتوا عليها غادي تلصق لكم في الطنجرة اللي يذكرها بخير الام ديالي اللي رحمه وجلل علي رحمه في هاد النار هادا راني كان قولها والقلب يقصح من الداخل انا كانت كديرها دائما في صباح المولد النبوي الشريف في صباح كان نضو قلقوها طيباتها كدتخويها في واحد لغطار كبير وقدرنا عليها القرفة وقدرنا عليها الزبدة كدجي والا ارواح ذاك البنة ديال اما عمرني ما غادي تفرقني من الدهن ديالي ومن الماضاق اللي كان نحس به وخما زلدة بانا ما كليتاش كان حس بيها هنا هنتو مشتوكي شربات لي الماء شربات لي الماء وغادي نزيد الماء هادا نضرت نسيطره اللول وهادا نسيطره الثاني باش قلتلكم مراها تقريبا زلفة صغيرة غادي تدخل لكم اااا يعني ترودي الماء وما زالا تقدروا تزيدوا لانا غادي نغطي عليها وغادي نبقا كنخليها طيب حتا دك تنحسوا بديك الشيشة او لدك البلبلة ولا ولا كل واحد كيكي يعط لها اسمي درقيقة هادي تولي لكم ملسا ليس يعني رطباء عتا تعرفوها انها تابتس هنا هاني مرا مرا كي قلتلكم كنغطي عليها وقد تلقوا واحد الكشكوشة واحد الرغوة ودك الرغوة حاولوا انكم تهزوها لانها ما تغطيوهاش لبنات نصيحة مني نفسوها شيشو هي ما تغطيوهاش كاملة لانها هي كتفايد ولا فضت فوق التنجرة ما فيا مدعي فيا شيو حدا تقول لا يغطفيها لحق من الاحسن مرا مرا كي قلتلكم حركو وغطيوها غيف الجن بخليوها مع الرياء لانها هي كتغفل اللي بالنسبة المبتدئين را كتفايد كتغفل دابة هنا ينبعد ما دازت واحد المدة اللي حسيت بها انها طابتس هنا كان قبرة الحليب اللي تقريبا عندي هنا يا على حسب انتو ما تقريباً أنا اترو وتما ادرت فيها واحد فوق نستيترو هكا كاك واحد ثلاثمائة ميليليليتر ريال الحليب صافي اهانتو ما اشتوه كيف اشتو يخصا تكون جيقة بطرسه من غاجيش تجي جارية الي كنتو غادي تشربوها جارية غاديد في اف بالنافع ارا هكا تكون خف من هذه خصة تكون خف من هذه لأنها تحطيها تقصح وحنا لدينا الغرض أن نفش ندفع عليها تقبط رأسها شوية باش نحطوها في ذاك التوصيل اللي كان ناكلوه جماعة مجموعين عليه كنا ناكلوه بالمعلقة يعني ما شيء قد يناكلوها بزلاقة هنا يا درت لها الزهر ديك الساعة نسمتها بالزهر وما درت لها شتى شي حاجة كي اللي كيبغي دي لها القرفة دخل يدي لها انتم وشتوق القاوام دي لاغصوها كده يجي انا نزلتها انا هدا شركت دبا في هذا اللوقات شادي نقول لكم الوقت بدلت واليدا فش كونو صغار را كي كديري معهم كل شي وعلمتيهم كل شي والحمد لله دبا ما بقتش أنا كان دير هاد شي حاولت أنا نخرجها للفيديو هذا ونديلكم هذا الفيديو عليه بنسبا باش نشوفوا اننا على رأس سانا كان نحتفلو وخاك يقولوا هاد النارة يكون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكلا كان نحتفلو بالمودة ولكلا احنا كان نحتفلو بالذكرى ديالو كانوا قالو الناس القدام انهم قالوا انه اللي خلق دارو العصيدة ومع اننا نخصنا هاد شي حاولنا نديروه ولكن حنا اللي يقول لنا البيضاع كان هاد الدبيحة والروينة والفطور والعقيقة والسبوع المهم حنا اللي دايني نروينة في حياتنا اما هاد شي مصابنك وكان كنا كبرنا به وهاد شي نعيشو به هاكدا ماشي مشكله انتم المهم انا لحسابها دي دا بطلع فشي ثلاث سنين لاربع سنين باش انا درت هاد الفيديو هادا انتم اختياري كيف ما بغيتو تزينه بغيتو تديرو العصيدة تستعديرو على حساب الناس اللي ما كياكلوش الحلاوة ضروري هي كتكون طيبة بمليحة ما تملحوهاش بالزاف غير شي شاب وغادي تديرو الدخل معاها واحد المعلقة اللي بغيتو ديال سمينة شوية وزبيدة ديال كتتعطا واحد النكاة رائعة انا زوقتها على هاد شي باش يكلوها اليدراري كنت درت لهم العصلي هاكدا به هاد طريقة عشوائية ماشي زعمة وانتم مالختيار ديالكم كيف ما بغيتو تديروها انا الوليدة ديالي كانت كنت ديرها هادا هي مربعة هاكا وكانت كتتدوزنا بالمعلقة العصلي هاكا خطوط كانت كيجي هزوين وقدمنا طريفات ديال الزبدة مالفوق وكيدوبو في ديالك الحرارة ديالهم ولعطيتا نقولكم روعة كيقولت لكم الزبدة ما تكترش فيها في الطيب الداخل يعني هي شي شوية لانها هادي نديروها احنا مالفوق والناس المو حيبين الزبدة واللي ما بغاش يجيد الزبدة كافي هاديك الزبدة اللي باش طابت صافي كتجي هاكداك كتجي شكيل ديالها هاكدا كتجي روعة كتجي لديدة وتفكروني ودعو معي ودعو لي ومع الوالدة ديالي ولا بغيت انتم تجربوها علش الله هتقدرو تجربوها فاد النار وتجربوها في الايام العادية ولا بغيتو تديروها في اي وقت راها لديدة بزاف وصدقوني رائعة وغادي نحط لكم في الرابط اسفل الفيديو ديال النافع اللي كتجيته هي رائعة واكتر من رائعة وغادي ندير لديكم ان شاء الله اللي اطلبتوها لشيشة ديال ماتيشة كجيتية رائعة كاين الناس اللي كيعرفوا هاتش ولكن المبتدئين اللي عاد دخلوا الكوزينة لأول مرة ما كيعرفوش نوديوه احنا كنحاولو اننا نبسطو لهم ونوريو لهم وانا غادي نوريكم دبا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كتجي نزل لكم القاميرا صافيه هاكدا علش شوفو انتم اللي بغيتو ما تشوفوش زبدة هاكدا و تقولوا بزاف نتمنى انها تعجبكم ان شاء الله صافيه كانت الشكل النهائي ديالنا هاكدا كنت وجدتها يعني هادا هو الطبق اللي قدمت معكم هادي نزل لكم تحت الرابط اسفل فيديو هادا الحليوه هادا اللي كتجي مبسطة هاديك الكيكا ولا اروع كيكا بالتفاح اللي كنت صوبتها في الاوائل راوصلت للمليونية في الموشة هادا كانت كتحهم كتجي لدي دوجروا عدد من الناس و غادي نزل لكم هادا الحليوه ديال الشكلات المهم توم اللي بغيتو قدموه ده بفضل وقت هدا انقدو نديرو بريوش انقدو نديرو الكيك غادي نقدو نديرو مسمنات نقدو نديرو ملووية ولكن العصيدة هي الوصفة الرئيسية ديال هادا نهار هادا انقدو نديرو والله يخلي لكم صحيحتكم وولدتكم ومعز عليكم والله يرحم اموتنا وشفي امراضنا ويرحم جميع المسلمين موسيقى موسيقى